شهدت الشركات العقارية العملاقة في الصين إفلاسات مؤخرا نتيجة لعدة عوامل وقد يؤثر إفلاس هذه الشركات على توجهات المستثمرين الخليجيين لكن إلى أي مدى منطقة الخليج معرضة للتداعيات المحتملة من السوق العقارية الصينية السيد نائل مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة GFH Partners يجيب على هذا السؤال إذا كنا نتكلم على المستثمر الخليجي بشكل عام المستثمر الخليجي الجزء الأكبر من الاستثمارات العقارية هي في الولايات المتحدة كتوجه استثماري في المملكة المتحدة بريطانيا وأوروبا يمكن بشكل أقل ولكن بشكل أكثر بشكل شخصي يعني المستثمر يستثمر في شراء منازل خاصة أو شخص خاصة في بريطانيا وفي أوروبا يستثمر بشكل مؤسسي أو استثماري في الولايات المتحدة نسبة التعرض أو الإكسبوجر إلى الاستثمار العقاري في آسيا عموما في الصين هي قليلة جدا فإذا كنا نتكلم عن المستثمر الخليجي لا أتوقع أن يكون في رد فعل سلبي أو تأثير سلبي من ما يحدث في الصين هل ما يحدث في الصين سيكون له أثر على السوق العالمي؟ لا بد ولكن يمكن تأثيره على قطاع البنوك تأثيره على قطاع المؤسسات التي قامت بالاستثمار أو بتمويل بعض هذه العقارات في الصين يكون أكثر عن السوق بشكل عام فالإجابة بشكل مختصر تأثير الصين أتوقع يكون تأثير محدود تأثير ارتفاع الفوائد ونزول القيم قد يكون له تأثير سلبي حاليا ولكن هو تأثير سلبي مربوط من المستثمر هل هو قادر على التمييز بين وين وجود الفرص وين العقار متأثرة فعاليا هذه النقطة المهمة في عقارات استفادت إيجابيا من التضخم في عقارات استفادت إيجابيا من التغييرات الديمغرافية التي صارت وفي عقارات تضررت المستثمر يجب أن يكون على قدرة تمييز ما بين الاثنين وهذه دورنا كمدير الاستثمار ترجمة نانسي قنقر